بعد أزمة غزة لا أعتقد أن الصين سيكون لها تأثير على هذه الانتخابات باعتقادك إلى أي حد يمكن أن ينجح الرئيس بايدن في هذه الخطوة بالاقتراب إلى الشباب أكثر من خلال إنشاء هذا الحساب على تيك توك؟ أعتقد أن هذا مهم جدا لدي أصدقاء في تيكساس تيكساس يعتقدون أن بايدن يقع في كل يوم وفي كل ساعة وبالتالي هذا مهم لأن هناك ناس يشككون في صحته وبالتالي وجوده في هذا التطبيق مهم انخراط بايدن يجب أن ينشط الإقبال لدى الشباب طيب وفيما يتعلق البعض يقول بأن مجرد إنشاء الرئيس بايدن لهذا الحساب على تيك توك فسيمنح هذه المنصة شعبية أكثر ورواجا أكثر وأنت تقول بأنه ما زالت المحاظر الأمنية موجودة ما رأيك بذلك؟ لا يمكن أن تحارب تيك توك القوة موجودة لدى تيك توك بايدن سيستفيد التطبيق سيساعده وليس هو الذي يساعد التطبيق وهل لذلك أي علاقة ربما قد تنعكس على أقصد هنا العلاقة الأمريكية الصينية فيما يخص التطبيقات ومنها تيك توك وقد تتأثر ربما تطبيقات أخرى بذلك؟ أعتقد أن علينا أن نتوخى الحضر الادعاءات الخاصة بالتهديدات الأمنية قد لا تكون تهديدات أمنية هناك تحذيرات كانت موجودة في أوائل هذا العام ولكن تيك توك لا يعطينا فكرة عن التهديدات لا أعرف ما يعنيه حديث شخص عن بايدن وصحة بايدن نعم كل شكر لك من ولاية نيوجيزي المختص في أمن المعلومات سيد براندون فاليريانو شكرا لك 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 حضى الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جنس هوانغ خلال القمة العالمية الحوكمة في دبي حضى جميع الدول على أن يكون لديها بنية تحتية خاصة بها للذكاء الاصطناعي وذلك من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية مع حماية ثقافتها الخاصة لكن انفيديا قالت في وقت سابق أنها تعمل مع العملاء في بعض الدول للحصول على ترخيص تصدير المنتجين التي تتوافق مع القواعد الامريكية وذلك بعد القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في شهر اكتوبر الماضي على بعض شرائح الذكاء الاصطناعي للشركة شركات تكنولوجية امريكية أشارت خلال المشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي إلى حاجة كل الدول لأن يكون لديها بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية مع حماية ثقافتها الخاصة في نفس الوقت امتلك دكائك الوطني لا يمكنك السماح لأشخاص آخرين بالقيام بذلك وهذا إدراك حقيقي الآن بعد أن قمنا بإطفاء الطابع الديمقراطي على حساب الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لذكاء الاصطناعي فإن الباقي مطروك لك حقا لاتخاذ المبادرة وتفعيل صناعتك وبناء البنية التحتية بأسرع ما يمكن حتى يتمكن الباحثون والشركات وحكومتك من الاستفادة من هذه البنية التحتية للموضي قدما وإنشاء الذكاء الاصطناعي الخاص بك وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الأمريكية جونسون هوانغ الذي تقدر قيمة شركته بتريليون وسبعمائة وثلاثين مليار دولار في سوق الأوراق المالية بسبب هيمنتها على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة أعلن أن شركته تعمل على إطفاء ما وصفه بالطابع الديمقراطي للوصول إلى الذكاء الاصطناعي بسبب مكاسب الكفاءة السريعة في حوسبة الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بأن المخاوف بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها مشيرا إلى أن تقنيات وصناعات جديدة أخرى مثل السيارات والطيران تم تنظيمها بنجاح وبعد القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر على بعض شرائح الذكاء الاصطناعي للشركة قالت إنفيديا في نوفمبر إنها تعمل مع العملاء في الصين والشرق الأوسط للحصول على تراحيص تصدير للمنتجات الجديدة التي تتوافق مع القواعد الأمريكية للمزيد من النقاش حول هذا الموضوع أنضم علينا من عمان الباحث والخبير في تكنولوجيا وأمن المعلومات محمد مقداد أنه مرحبا بك معنا سيد محمد يعني شركة كبيرة كإنفيديا حثت الدول إذن على إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي يعني برأيك وأنت خبير في هذا المجال ما الذي يعنيه ذلك والأهمية التي تكمن في مثل هكذا دعوة طبعا أهمية الذكاء الاصطناعي هي من أهم الأمور اللازم تكون موجودة في حياتنا اليومية وإحنا حتى كناس طبيعيين نعم نستخدمها فما بالك الحكومات والشركات الكبيرة التي تستطيع أن تبني هذه البنية التحتية يعني إحنا لما نحكي حتى عن بنية تحتية لكي نستوضح ما هي البنية التحتية هي قدرة على التحليل وقدرة على المعالجة لا يقوم بها إلا الحواسيب الضخمة وهذه البنية التحتية التي نحن نتحدث عنها فنعم الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون متواجد في أي دولة وفي أي مكان وأي مؤسسة وإن كوربريت ليفل يعني ما يجب نحكي على مستوى الشركات يجب أن يكون موجود وطبعا أتفق مع الرأي بخصوص الذكاء الاصطناعي نعم طيب إلى أي حد يعني يضع هذا التحدي فيما يتعلق بخصوصية أمن المعلومات حينما تعتمد مؤسسات مهمة في الدولة ورسمية على تقنية الذكاء الاصطناعي نعم طبعا العديد من الشركات يهمها الذكاء الاصطناعي وخصوصا شركة كإنفيديا أنا أتوقع حتى هذا النقاش الذي تم في المؤتمر هو كان جزء منه طبعا تسويقي لأن أنفيديا هي من أشهر الشركات التي تعتمد على بناء الشرائح التي تعمل على تحليل واستخدام الذكاء الاصطناعي فجزء من هذا الكلام طبعا كان له جزء تسويقي هناك بعض المخاوف لما نجي نتحدث عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم تنظيمها ويجب أن يتم الإشراف عليها البنى التحتية هي طبعا مكلفة جدا يعني إحنا حتى على مستوى أوبين أي آي اللي هي الشركة التي تملك تشات جي بي تي على سبيل المثال تكلفة تشغير تشات جي بي تي لك أن تتخيل هي 700 ألف اليوم الواحد طب إلى أي حد يمكن سيد محمد أن يضع المطورون مطورون هذه التقنيات ومجال الذكاء الاصطناعي هذه الاعتبارات أو المتطلبات أن تكون هناك بنية تحتية في الدول مبنية على هذه التقنية تقنية الذكاء الاصطناعي نعم ما كان يقصده اللي هو الرئيس انفيديا كان يقصد بالبنى التحتية لكي يتعامل معها زي ما تفضلت لكي يتعامل معها الناس أو المطورين لأنه أنت اليوم كمطور صعب جدا أنه تجيب مثلا كوانتم كمبيوتر وهي مثلا الحواسيب الكمية وهذه الحواسيب التي تشتغل على الكمية لأنه أنت تحكي عن حاسوب يملك القدرة على التحليل واستخدام الذكاء الاصطناعي لأنه من أحد أهم الأمور في البنى التحتية هي حواسيب خارقة لا يستطيع الإنسان الطبيعي أنه يشتريها ويشتغل عليها فعلشان هيك أنت علشان تقدر تطور اقتصاديا من الدولة لازم تسمح للشرائح التي هي المطورين الموجودين أنه يستخدموا هذه التكنولوجيا ووجود هذه البنى التحتية خصوصا وتحت إشراف أنا أريد أن أصر على هذه النقطة يجب أن يكون تحت إشراف لأن الذكاء الاصطناعي هي تكنولوجيا قد تكون نقمة وقد تكون نعمة هلأ اليوم هذه إذا أنت عم تحكي عن ذكاء اصطناعي يكلف تشات جي بي تي في اليوم الواحد 700 ألف فهو ليس متاح للجميع لكي يطور باستخدام الذكاء الاصطناعي ولكن لما نحكي عن أوبن سورس اللي هو الكود مفتوح المصدر واللي عم تعطينا إياه مثلا تشات جي بي تي أنت كمطور تستطيع أن تستخدم خدماتنا والقدرة الحاسوبية الموجودة عندنا بأنك مثلا تشاركنا اللي هو التطوير وهذا جزء من البنية التحتية هنا بإمكان الناس الطبيعيين والمطورين أن يستخدموا الذكاء الاصطناعي لإنشاء شيء جديد طيب سيد محمد إلى أي حد يمكن أن نتأمل أن يحدث هذا المجال استخدام الذكاء الاصطناعي في الحوكمة وفي مؤسسات الدولة يعني قفزة فيما يتعلق بتجاوز البيروقراطية والوقت الطويل التي قد تأخذه بعض المعاملات الحكومية نعم نقطة تجاوز الديمقراطية من أحد الأمور الشائكة وحتى يعني إحنا في الشهر الماضي تم إطلاق اللي هو القانون الأوروبي لكي يشرف ويحد من استخدام الذكاء الاصطناعي وخصوصا في الأمور الحساسة والأمور الحكومية اليوم إحنا لما نيجي نحكي عن الذكاء الاصطناعي وفائدته بالنسبة لإلنا إحنا فقط موجودين يعني أنا بقدر أحكي إحنا عندنا خمسة بالمئة بجوز من استخدام الذكاء الاصطناعي ونحن في مرحلة مبكرة من الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي في يوم من الأيام رح يوصل لمرحلة إحنا الذكاء الاصطناعي كيف يشتغل فقط عشان نحكيه بشكل سريع ذكاء الاصطناعي بيحتوي على بيانات وهذه البيانات ممكن تكون شخصية وخاصة بناس هذول الناس لازم يكونوا عارفين أن البيانات تبعيتك يتم استخدامها لإنشاء شيء جديد أو يتم استخدامها في عملية التحليل لأخذ قرار معين مثلا من ناحية الذكاء الاصطناعي فإنت اليوم عندما نحكي عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم الإشراف عليه ونحن فقط في طور البداية في الذكاء الاصطناعي في مرحلة من المراحل سنحصل على مرحلة أسمى اللي هي الآلة تستطيع اتخاذ القرار بدون تدخل إنسان وتستطيع أن تستخلص البيانات وتحدد وتتخذ قرار بدون ما أنت يكون في لك إيدها كبشري وهنا نحن نفوت إلى خطورة الذكاء الاصطناعي في عشرات السنين القادمة ونحن في مرحلة مبكرة وأنا بصر أن نحن في مرحلة مبكرة من الذكاء الاصطناعي يكون في خوف من الذكاء الاصطناعي أنه يستقل بحد ذاته نعم كثير من مفاجآت ربما في هذا المجال مجال الدكاء الاصطناعي وتوظيفه فيما يتعلق بمؤسسات الدولة والبنية التحتية كل شكر لك من عمان الباحث والخبير في التكنولوجيا وأمن المعلومات السيد محمد مقداد شكرا لك